اشتركوا في القناة اكيد داخل نادي الاهلي وايضا خارجه محليان وعالمية بيجيب لكم كل الاخبار وده بيبقى النص الاول من حلقتنا وتعليقنا عليها وبتبقى طبعا احداث الراضية لا تنتهي النص التاني بيبقى معنا فقرة حوارية النهاردة يعني فقرتنا عن الخماس الحديث خلينا اقولكم ان الاتحاد الخماسي او لعبة الخماس الحديث في مصر عاملة طفرة كبيرة جدا خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتت منذ تولي المهندس شريف العريان يمكن من اكتر من كده شوية والراجل حقيقة خطط وكان عنده احلام كبيرة ان يوصل لعالمية ومش بس كده ويوصل لمديليا أولمبية والحقيقة الاتحاد كله ماشي على هذه الخطوات اخر انجاز حققه يمكن الاتحاد او النشاط الخماس الحديث وهو فوز محمد الجندي بالمديليا الذهبية في بطولة العالم كبطل عالم للشباب محمد الجندي هو اخه طبعا البطل الامبيا المصري احمد الجندي احمد الجندي صاحب فضية اولمبيات توكيو 2020 واللي جعل مصر تقفز في الترتيب يعني تتخطى دول كثيرة انتعرفين طبعا في الامبيات دهب فضة بيرتبوا الاول الدهب وكده يرتبوا الفضة فانت ممكن دهب يعني مديليا واحدة فضة تعادل عدد لا نهائي من مديليات البرونزية وكذلك الدهب خد فضة زي ما انت عايز ولكن الدهب يحطك في حتة تاني فاحمد الجندي اللي هو شقيق محمد الجندي النهاردة ضفنا الحقيقة نجح بشكل كبير انه يخلي مصر في الامبيات فيه الموضوع حالي فات او ترتبها في الجدول بالشكل بالمديليا الفضية اللي جابها بطلنا النهاردة محمد الجندي شاب ان شاء الله يعني تتعقد عليه او تنعقد عليه امال كبيرة في باريس 24 او 24 سواء هو او شقيقه ايضا ولكن هذه المنظومة لم تكن تنجح ابدا ابدا كلاعب يوصل للوصله ده خاصة الخماسي هي عبارة عن خمس لعبات لابد ان تتفوق فيها هل النجاح ده نجاح لاعب فقط لا ابدا طبعا اللاعب هو الخامة ولكن الاتحاد والمنظومة بالكامل هيكون معانا النهاردة كمان المدير الرياضي في اتحاد الخماسي خلينا اقول لكم ان اتحاد الخماسي عمل سيستم معيني بقى فيه مدير رياضي زي ما فيه مدير تنفيذي فيه مدير رياضي هيكون معانا النهاردة كابتن ياسر حفني المدير الرياضي لاتحاد الخماسي ويكون معنا أيضا كابتن عبد الرحمن علي مدرب منتخب مصر الخماس الحديث احنا بنتكلم عن منظومة في الآخر وصلتنا لمدالية أولمبية وصلتنا لبطولات عالم ورايحين إن شاء الله على 20-24 تنعقد الأمال على الاتحاد واللعبة إن هي إن شاء الله تجيب لنا ذهب في الأولمبيات القادمة ويقدروا لأن ده تخطيط وتنظيم وشغل من 7-8 سنين فإن شاء الله كان لازم النهاردة تكون حلقتنا عن الخماس الحديث لأن ده إنجاز كبير ولابد أن ندي للناس ده حقها والناس اللي بتشتغل والناس اللي بتتعب والناس اللي بتدور على إسم مصر يكون في المقدمة النهاردة هتبقى حلقة إن شاء الله فكرة الحوارية هتناول حاجات كتيرة جدا عن الخماس الحديث